ده موعد موجز الأنباء بصحبة زملتنا هالا الحملة شكرا مصطفى الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرانيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتهاء من صياغة الخطة التنفيذية لمحاور العمل بالمشروع القومي للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان شدد الرئيس السيسي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان على أن رأس المال البشري يعد الثروة الحقيقية لمصر التي يجب العمل على تنميتها والاستثمار فيها كما وجه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير 30 مستشفى و500 وحدة ومركز طبي في محافظات المرحلة الثانية للتأمين الصحي ووجه الرئيس السيسي بالتوسع في إقامة منشآت الصحة النفسية ودعم منظومة العلاج على نفقة الدولة تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وخلال الاتصال أكد الرئيس السيسي وولي العهد السعودي على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة ووقف التصعيد في الضفة الغربية بما يسهم في عدم توسع دائرة الصراع ويعيد الاستقرار إلى المنطقة وخلال الاتصال أكد الجانبان على قوة العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين وسبل تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تؤثر على الأمن والسلم الإقليميين اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد في نابلس وقرية حجة شمال الضفة الغربية شهدت مدن تل أبيب والقدس المحتلة وعدد من البلدات مظاهرات حاشدة للمطالبة بصفقة للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين بقطع غزة وأشارت تقديرات إسرائيلية إلى أن 280 ألف متظاهر شاركوا في مظاهرة تل أبيب يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه نقابة العمال الإسرائيلية عن تنظيم إضراب اليوم للضغط على الحكومة للتوصل لاتفاق لإطلاق صراح المحتجزين مشيرا إلى أن الإضراب يشمل وزارات الدفاع والداخلية والمالية والاقتصاد والصحة والتعليم وأضافت نقابة العمال الإسرائيلية أن الإضراب سيشمل بلدية القدس وتل أبيب وحيفا مع تعطيل الحافلات في القدس المحتلة أمرت النيابة العامة بحبس إسرائيليين إثنين احتياطيا لمدة أربعة أيام وذلك لقيامهما بالتعدي بالضرب على ثلاثة من موظفي أحد الفنادق بمنتج عطابة سياحي وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين قاما إثر المشاجرة باستعراض القوة واستخدام العنف ضد المجني عليهم والتعدي عليهم بالضرب ما أدى إلى إصابتهم والتي الثبت بالتقارير الطبية أنها تنوعت بين كسر بعظام الجمجمة وقروح قفعية كما أسند للمتهمين تهمة إطلاف محتويات بالفندق أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق انطلاق معرض أهل المدارس الرئيسي بمحافظة القاهرة يوم الخامس من سبتمبر الجاري وقال وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة حريصة على تقديم مختلف صور الدعم الممكنة والمساهمة في تخفيف العبء عن الأسر المصرية من خلال انتشار المعارض السلعية الدائمة والمتخصصة انتهى مجاز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل